كيفك؟ في الفيديو سأقول لكم اهم مميزة الـ SmartWatch Amisfate Pipe 3 وAmisfate هي براند تابع على الشاومي يعني تقدر تقول باختصار شديد جداً شاومي Amisfate Pipe 3 على طول سأقوم بتعمل هذا الفيديو لكي نرى الاختلافات بينها وبين الـ Mi Pant 7 سممكن نقوم بتعمل المقارنة دي لو انتم تقوم بتعمل المقارنة جداً ولان سعرها قطع كذلك من سعر الـ Mi Pant 7 و خصوصاً انها تدعم الـ GPS هذا قد سنتحدث عنه بعد شوية فلازم تكمل معا بقى الفيديو للاخر يا معلم عشان تعرف كل التفاصيل وهنعمل تنوع كبير ان شاء الله في الفترة اللي جاية بخصوص الورابل والسمارت باند والسمارت ووتش وما تنسوش تفعل الجرد عشان يوصل لكم نتفكيشن جديدة بالفيديوهات اول متنزل وعملوا بقى لايك عشان يوصل للفيديو ده الميت لايك في قرب وقت ممكن خلينا ندخل على طول يا معلم في التفاصيل الاميس فيت بيبس ري من ناحية التصميم بتيجي بتصميم بشاشة مربعة لاننا هنا بتكلم عن سمارت ووتش مش سمارت باند او باند عادية تقليدية فالشاشة تيجي بشكل مربع الشاشة دي 1.7 انش تقريبا الفريم بتاع البيبس ري هنا فريم معدني مع الترس كده في الجنب عشان تسكرولينج بين الحاجات اللي انت عايز تسكرول فيها لو انتش محتاج انك تعمل سوايب بايدك بدل ما تقعد تسكرولينج بقى بصبعك يا معلم وتقلب بين الصفحات المختلفة بتاع البيبس ري من ناحية الشاشة في الشاشة عليها طابعة حماية عشان تحميها من الصدمات والخدوش من ناحية الريزوليوشن والدقة مش معروف الدقة والريزوليوشن هنا كان بالزبط ولكن كسافة البيكسل هنا 237 بيكسل لكل انش مش معروف كمان معدل بريتنس قد اي بالزبط ولكن الشاشة دي تي اف تي مش املد للأسف كنت اتمنى ان الشاشة دي تكون املد الصراحة ولكنها للأسف من ناحية الخلفيات فانت عندك اكتر من خمسية خلفية تقدر تختاره وتفاضل ما بينهم شوف بقى الشي اللي يناسبك ولي يناسب مودة كمعلم وتقدر تخصي الشيء مختلف من اختيارك او ممكن تعطي صورة شخص معين مثلا حد عزيز عليك او حيوان أليف او اي حاجة من الحاجات اللي انت بتعزاها يعني من ناحية بقى الأوضاع الرياضية فانت عندك حوالي 60 وضع رياضي وده نص عدد الأوضاع الرياضية الموجودة في الباند 7 تعت شاومي وردو في نفس الوقت اللي انا بقول فيه ان المفروض يكون فيه 120 وضع رياضي مثل المي باند 7 مثلا فانعارفه متأكد باللسبة 100% ان اغلب الناس ما بتستخدمش كل الاوضاع الرياضية دي لانها اوضاع كتيرة جدا واوضاع رياضية مختلفة بس ده ما يمنعش ان انا كنت اتمنى انها تكون ب120 وضع رياضي زي المي باند 7 التنوع في الاوضاع الرياضية حتى لو انا مش بستخدم اي وضع منهم ده طبعا ما يمنعش عدم موجودهم في البيب سري من ناحة المستشعرات فانت عندك المستشعرات التقليدية جدا مستشعر معادل ضربات القلب واستقرارها عشان يتابع ضربات قلبك واديك بعض التقارير المهمة عن ضربات قلبك واستقرارها وهلأ انت عندك مشكلة او لا ولو حاس ان ضربات قلبك قليلة او زايد عن اللزوم هيديك تنبيه ويعرفك مع مستشعر SPO2 او معادل تشبع الدم بالاكسيجن مع مستشعر القياس الاجهاد او الاسترس وان البيب سري لما تلاقيك مضغوط معلم وعليك ضغط شديد فبتديك بعض التمارين الرياضية البسيطة واللي بتخليك تريلاكس اكتر وتهدأ معلم وترجع لحالتك الطبعية مع مستشعر القياس جودة نومك واوقات نومك خلال اليوم وبناء على هذا الشيء بتديك تقارير وتفاصيل تساعدك انك تنام بشكل افضل وصحي اكتر مع نظام تطبع الحالة الصحية للبنات ومعادة الدورة الشهرية والحاجات دي من ناحية البطارية بقى معلم فانت عندك بطارية هنا 280 ميلا امبير وعلى حسب اميس فيت او شاومي فان البيب سري هنا بتفضل لحد اسبوعين او 14 يوم وده طبعا في الوضع العادي يعني انت لو بتستخدم الباندري بشكل كسيف اكتر وبتستخدم كل الاوضاع الرياضية فاكيد مش هتقعد معك نفس المد ممكن تقعد معك من 4 او 6 ايام تقريبا متزيادة عن كده من خلال البيب سري تقدر تحكم في الكاميرا تقدر تحكم في المزيكة اللي شغال على الموبايل بتاعك تقدر تشوف الوضع والاشعارات الجديدة والرسائل ولكن للاسف ما تقدرش انك تتعامل معها او ترد عليها الا بعض الرسائل والحاجات المعدمة سبقا زي سأتصل بك لاحقا مثلا لو حد بيرن عليك او انا في اجتماع الان الجمل اللي كلنا عارفينها دي اللي بتكون معضمة سبقا دي اللي تقدر ترد بيها على الرسائل وعلى المكالمات الوردة لانك ما تقدرش انك ترد على المكالمة نفسها طبعا كلنا عارفين التفاصيل دي نروح بقى الاهم المميزات وهو ال جي بي اس او نظام تحديد المواقع الموجود في البيب سري ولما قلت لك نظام تحديد المواقع مش عايزك تسرح او بخيالك لان نظام تحديد المواقع هنا بيشرح لك انت مشيت فين بالظبط لو كنت ركب عجلة او بتمشي على رجليك عادي جدا وفي الوقت ده انت بتكون بتمارس رياضة يعني رياضة المشي او ركوب العجل فالبند هنا تعرض فين التفاصيل اللوكيشن التي منت مشيتها ينبغل ان انت على سبيل المثال ارادت من الشارعолн و guessed to sign the waar on sign came فالبند هنا تعرض حيثيات الأماكن الذات تشدين تشدين الكفيف انت مشيت لمرة شارع والمسارك كان عامل ازاي وقطعت هذا وهو اسف اللح و marry وهي وظيفة ال جي بي اس موجودة في البيب سري لذلك ليس اكثرismo با اختصار الشديد ال جي بي اسarians所ين يعرض في الاماكن الواقع التفاصيل الذي كانت من المراسمة أو المسار الذي ترسل فيه الرئيوضة المعينة مثل المشي أو الجري أو هذه الأشياء من ناحية السهر معلم فإنك لديك البيب سري بـ 58$ وده في مصر يعمل حوالي 1080 جنيه يعتبر ألف ومائة جنيه لما تنزل عندنا مصر أكيد ستكون زيارة عن كده ويمكن أن تصل إلى ألف وثلاثمائة جنيه تقريباً لا أعرف الصراحة ولكن أكيد ستكون أقل من كده وأنا الصراحة لا أرى فرق جميل بينها وبين الميه باند سيفن لأن فيها مميزات تانية أفضل من البيب سري زي الشاشة الأملد أي نعم شكلها طولي مش شكلها مربع دعم أوضاع رياضية أكتر دعم خلفيات بشكل أكبر شاشة أي بأس مش تكون حلوة قوي على البيب سري ممكن نعمل مقارنة بين البيب سري والمي باند سيفن لو أنتم حابين يعني اكتبوه في الكومنت ستحت وقالوه في الكومنت ستحت رأيكم في الاميس في البيب سري وما المميز فيها من وجهة نظركم لا تنسوش بقى تسابسكرايبوا هنا في القناة عشان أحبكم وعملوا لايكات كثيرة جدعانا عشان نوصل الفيديو للميت لايك في أغرباته ممكن بس كده أشوفكم الفيديو اللي جاي بقى يلا سلامة